المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة اللي عام 2017 أتى تحت شعار التحالف ضد الإرهاب الاستراتيجيات والقدرات يأتي المؤتمر في الواقع في ظل عاملين مهمين العامل الأول هو ما تطلع به حكومة سيدي خادم حرمين الشريفين في دور ريادي عالمي في مكافحة الإرهاب ومبادرات عديدة قدمت في هذا المجال وهي رائدة في ذلك وأبرز ما قامت به المشاركة في التحالفات العالمية والتحالفات الإقليمية وقيادتها أيضا للتحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب أيضا العامل المهم الآخر هو يأتي المؤتمر متزامنا مع خطا حثيثة تخطوها المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية وتوطين الخبرات من خلال نقل التقنية وتوطينها ويضا نقل المعرفة وهذا تحدي كبير في الواقع مع هذه التحالفات ومع السعي نحو تحقيق هذا الرؤية وجدنا من المهم أن يحمل المؤتمر العالمي الثاني شعار التحالف ضد الإرهاب الاستراتيجيات والقدرات لا شك أن هذا التحالف يحتاج قدرات نوعية في مجال أنظمة القيادة والسيطرة التحالف يتراوح يتراوح بين التحالف الكبير الذي يضم عشرات الدول والتحالف الذي هو أقل من ذلك هذه التحالفات تحتاج أنظمة نوعية من أنظمة القيادة والسيطرة لتبادل الخبرات والمعلومات والمعلومات الاستخبارية ما بين دول التحالف خصوصاً أن بعض التحالفات تضم دول من قارات مختلفة وأنظمة مختلفة بعضها متقدمة وبعضها متوسط هذه الأنظمة تحتاج إلى خبرات وإلى تقنيات عالية لتبادل المعلومات الاستخبارية ترجمة نانسي قنقر